كرد أصحاب المعاشات من البنك الأهلي الكويتي مصر هذه هي الشروط والمزايا أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك يبحث الكثير من الأشخاص حول تفاصيل كرد أصحاب المعاشات من البنك الأهلي الكويتي مصر خاصة كبار السن المتقاعدين عن العمل حيث باتت القرود أحد أهم الخدمات البنكية التي تشهد أقبالا من قبل الكثير مننا الآن كرد أصحاب المعاشات من البنك الأهلي الكويتي مصر وتعمل القرود بمختلف أنواعها على تخفيف العبء على المواطنين ومنحهم الفرصة من أجل بدأ مشاريعهم الخاصة ومن جانبه يقدم البنك الأهلي الكويتي مصر لعمله وباقة مميزة من القرود وتسهيلات الهتمانية بالعديد من البرامج لتناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء ومن ضمن هذه البرامج يتيح البنك كرد شخصي ثم مخصيصا لأصحاب المعاشات بضمان المعاش بكيمة توميل تصريق إلى 150 ألف هنين بأسعار فائلة تنفسية واسهل واسر على الإجراءات كما يتيح البنك إمكانية طلب الحصول على الكرد أولاين عبر الموقع الرسمي للبنك يقدم البنك الأهلي الكويتي مصر القرد الشخصي لأصحاب المعاشات بفترة السداد مرنة تصل إلى 7 سنوات وتأتي تفاصيل القرد وفق للنقاط التالية كيمة التوميل تصل إلى 150 ألف هنين فترة السداد تصل إلى 7 سنوات الفائدة تبدأ من 16% متنقصة سنويا تأمين عن الحياة طوال فترة التوميل بضمان تحويل المعاش شروط الحصول على كرد المعاشات من البنك تتلخص شروط الحصول على كرد المعاشات من البنك الأهلي الكويتي مصر في النقاط التالية ألا يقل صاف المعاش عن 750 جنيا ألا يزيد السن عن 65 عاما في نهاية مدة الكرد الأوراق المطلوبة الحصول على كرد المعاشات تتلخص المستندات المطلوبة عند التقدم بطلاب الحصول على كرد المعاشات من البنك الأهلي الكويتي مصر في النقاط التالية بطاقة رقم كومي سارية يصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو ماء خطاب من التامينات ببيانات العميل وكيمة المعاش ترجمة نانسي قنقر